كتير اسمعنا التكهنات بدخول الاقتصادات بمرحلة ركود اقتصادي او كساد اقتصادي يعني بالعربي في ازمة اقتصادية رح تضرب العالم بسبب اغلاقات الاقتصاد اللي صارت بسبب فيروس كورونا صرنا نسمع مصطلح الملاذ الامن وصرنا نسمع هذا المصطلح بشكل كبير يوميا فشوه الملاذ الامن وشو بتعرف عنه طبعا غير عديات الولاد او دهبات الزوجة المخبيهم للايام السوداء ننطلق السلام عليكم انا احمد عزام وهذه قناتي يلا اقتصاد نتحدث اليوم عن الملاذ الامن بداية شوه الملاذ الامن الملاذ الامن هي عدوات مالية بتحافظ على قيمتها او حتى بتزيد قيمتها خلال فترات تراجع اداء الاقتصاد فعند حصول ازمة اقتصادية او وضع اقتصادي خطير المستثمرون بيحاولوا اللجوء للملاذات الامنة للحفاظ على اموالهم لانه طبعا بيبحث على الحفاظ على قيمة امواله في الازمات او حتى الربح اي انه يتوقع ان استثماره قد يحتفظ بالقيمة او يزيد في اوقات الاضطراب في السوق يعني بيرجع سبب تسمية الاصول التي سنتحدث عنها لاحقا بالملاذ الامن لانها بتوفر الامان عندما يسيطر الخوف وعدم اليقين وحتى عدم الاستقرار الاقتصادي على الوضع السائد يعني المستثمر او اللي عنده شوية كاش وبيدي يحس بشعور ان الوضع الاقتصادي سيء بيشتري ادوات مالية بيتوقع انها ما تخسر قيمتها او حتى ممكن تربح لو حصلت الازم الاقتصادي وبعد ان عرفنا شو هو الملاذ الامن ننتقل للحديث عن الادوات التي يطلق عليها الملاذ الامن فالادوات الاستثمارية كثيرة بعضها اصول مثل العقارات والمزارع والاراضي او معادن كالذهب او حتى عملات كالدولار الامريكي الفرانك سويسي واليان الياباني وادوات استثمارية كالسندات وبعض الاسهم نبدأ اولا بالاصول كالعقارات والمزارع والاراضي ما رح نحكي عنها كتير لانه معيار تخمين سعرها بيختلف من دولة الى اخرى يعني ارتفاع او انخفاض سعرها متفاوت لذلك فالحكم عليها غير مطلق تماما بس نقدر نحكي انه العقارات على سبيل المثال تعتبر ملاذ اامن لانها بتجيب دخل سلبي الدخل السلبي يعني اللي بيجي لصاحب وبدون جهد يعني كالاجرات ننتقل بالحديث الان الى الادوات التي لها معيار عالمي نبدأ بالذهب طبعا كما هو معروف ان الملاذ الامن الاشهر تاريخيا هو الذهب كان اما يحافظ على قيمة السعرية او حتى يشكل ارتفاع مثل الوضع الحالي فمع الخوف من حصول ازمة اقتصادية فالطلب على الذهب قد ارتفع منذ بداية العام الحالي فوصل سعر انصة الذهب الى 1751 دولار وهي اعلى سعر منذ نوفمبر عام 2012 للعلم فصناديق الاستثمار المتداولة للذهب بلغت حيازتها اعلى مستوى تاريخي لها بنهاية مارش فقد بلغت 23 مليار دولار صافي مشتريات الصناديق خلال الربع الاول وهو الاعلى على الاطلاق على سبيل المثال ايضا فارتفع الذهب بنسبة 165% من عام 2008 حتى عام 2011 بقصد هنا عند ازمة الرهون العقارية فيعتبر الذهب شكل من اشكال التأمين ضد الاحداث الاقتصادية السلبية نتحدث الان عن الاسهم الدفاعية بنقصد بالدفاع انها بتقدر على الصمود في الازمة وبتكون في قطاعات دفاعية على سبيل المثال حاليا مع ازمة الاغلاق فشركات المرافق والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية ممكن تكون الافضل للاستثمار فهذه الشركات العاملة في قطاع الدفاع فرصتها في المحافظة على قيمتها في اوقات عدم اليقين اعلى من غيرها من الاسهم نظرا للطلب عليها من قبل المستثمرين ننتقل الحديث الى السندات الامريكية كما نعلم ان السندات الامريكية او اي نوع من السندات تقدم عائد ثابت وقت الاستحقاق فالمستثمرون بلجأوا للسندات لانه زي ما بنعرف ان الفوائد بتقدم الحكومة الامريكية فهي اربح مضمونة تقريبا فالسندات قد ارتفعت 50% من عام 2008 حتى عام 2011 نتحدث الان عن العملات العملات نبدأ بالدولار الامريكي فهي العملة اللي بيرتبط فيها كثير من العملات وهي كمان عملة احتياط الرئيسي في العديد من الدول فالدولار يعتبر ملاذا افتراضيا للشركات اللي بتواجه اي حالة من عدم اليقين طبعا بشأن العملة المحلية لها فتلجأ الشركات لتحويل اموالها للدولار الامريكي نظرا لكون الدولار عملة الاحتياط العالمية وعملة الصفقات التجارية الدولية صعد الدولار بنسبة 23% من عام 2008 حتى عام 2011 لفرانكلي سويسري كما هو معروف فنظام سويسرا المالي يعتبر تاريخيا من اكثر الانظمة استقرارا في العالم فتتمتع سويسرا بصناعة مصرفية كبيرة وامنة ومستقرة سوق رأسمالية مرخفضة التقلب مستوى معيشة مرتفع بطالة مرخفضة ارقام ايجابية بالميزان التجاري كما ان استقلال البلاد عن الاتحاد الاوروبي بيخليها محصنة بعض الشيء ضد اي احداث سياسية او اقتصادية سلبية تحدث في منطقة اليورو الاحتياط لسويسري من الذهب بيدعم قوة الفرانكلي سويسري وكما هو متعارف عليه بالافلام لما بيكون معك شوية كاش بترسنهم لسويسرا تتهرب من الضرائب طبعا واخفاء الاموال غير المشروعة فالعديد من الاصحاب رؤوس الاموال او الاثرياء يعتبر سويسرا دولة امنة ووجهة للاحتفاظ باموالهم وملاذا ضريبيا اللي بيستفيدوا من الميزات الامنية العالية للبلاد والخدمات المصرفية الفرانك قد صعد بنسبة 37% مقابل اليورو من عام 2008 حتى عام 2011 نتحدث الان عن اليان الياباني اليان يعتبر عملة ثالث اكبر اقتصاد في العالم كما ان اليان يعتبر ثالث اكثر العملات تداولا على مستوى العالم بكل تأكيد متوسط معدل الفائدة اليابانية منخفض جدا وممكن انضيف ان اليابان دولة لديها فائض في الميزان التجاري كما ان الاسواق المالية اليابانية ذات سيولة عالية فهذه الاسباب كلها بتخلي اليابان وجهة امنة لاموال المستثمرين اليان قد صعد مقابل اليورو 40% في عام 2008 حتى عام 2011 مع نهاية الحديث عن ادوات الملاذ الامن ممكن نطرح سؤال للنقاش هل يمكن اضافة العملات الرقمية الى قائمة الملاذ الامن من مبدأ انه ظهور البيتكوين اجى في اخر الازمات العالمية اللي هي ازمة الرهون العقارية 2008 وازمة الديون السيادية الاوروبية عام 2009 فاحد الاسباب اللي بتخلي المستثمرين يتجهون ويثقون بالعملات الرقمية بانه لا يوجد بنك مركزي مسيطر على العملات الرقمية فهل من وجهة نظرك ممكن نضيف العملات الرقمية كملاذ اامن لازم نعرف بالنهاي ان الملاذات الامنة اللي حكينا عنها ليست مضمونة مثل كل التجارات بشتى انواعها فاكيد انت ما بتقدر انه تضمن انه الملاذ الامن انه يحافظ على قيمها خلال فترات تقلبات السوق لكن بنقدر نحكي انه الها تاريخ سابق بالحركة الامنة لذلك يمكن الرهان عليها فالتاريخ يعيد نفسه وبنقدر نقول ان ما يشكل الملاذ الامن يتغير مع مرور الوقت على سبيل المثال اذا كان اداء قطاع الاقتصادي باكمل وضعيف لكن اداء شركة واحدة داخل هذا القطاع كان جيد يمكن اعتبار مخزونه ملاذا اامنا فانت كمستثمر يجب عليك البحث بجدية عن استثمار في الملاذات الامنة لان الاصل الذي يعتبر ملاذا اامنا في الانكماش قد لا يكون بالضرورة استثمارا جيدا عندما ترتفع الاسواق فالتوقيت مهم لا بل مهم جدا ختاما ارجو ان لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ان اعجبكم ومشاركته مع الاصدقاء القاكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة